نصبح على حضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نصبح على زملتنا لمياء حمدين عشان نعرف منها أخبار التقص في القاهرة والمحافظات وكمان نسألها بتعمل ايه في يوم الأجازة صباح الخير عليك يا لمية صباح الخير عليك يا بسانت وصباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان بتعملي ايه يا لمية يوم الأجازة بص يا بس أنت هو زي ما أنت أفكارك تغيرت اليوم الأجازة بعد الجواز أنا متوقعة ومتأكدة أصلا أن أحمد هيبقى كده بعد الجواز هيبقى ليك سيستم وجدول كده مختلف تماما أنا يوم الأجازة هو زي أي يوم عادي ولكن أنا بحاول أن أنا أصنع الزكريات مع ابني يعني اليوم بتاعي لازم أصحى أعمل البخور بتاعتي أخذ يوسف ابني ونحط تبق صغيرة كده على الشباك مية وأكل العصافير الله وأدام باب البيت أعمل كده برضو للكلاب أو القطط ونحب نعمل بقى الفطر لأنه ده يوم أجازة فهو ما عندهش ولا مدرسة ولا عنده أي حاجة تانية فنبتدي بقى نعمل الفطر مع بعض نتكلم شوية لحد صلاة الجمعة ما تخلص بعد كده نبتدي نخرج نروح النادي إن شاء الله حتى أخده ونقعد على الكافية وهو يلعب بالعجل المهم أنه نشترك مع بعض في اليوم ده سحر أخير والأنت وابنك تكونوا صحاب إحنا صحاب يعني إحنا هو صحبي هو صحبي الوحيد وابتدي بقى أطلع تليفوني وأشوف مين الناس اللي أنا بقالي فترة ما كلمتهمش وابتدي أكلمهم بالمناسبة أستاذ رفيق حنة يعني ده أول يعني حد استقبني في الميديا وفي الإعلم بيقولي أنه هو بيتابع صباح الخير يا مصر كل يوم فأنا عايز أصبح عليك كمان أستاذنا صباح نصبح علي كلنا أكيد بصبح عليك وبصبح على مشاهدينا في كل مكان شكرا